مرحبا أعزائي التلاميث درسنا لهذا اليوم الحيوانات اللافقرية قبل بداية الدرس أرجو منكم الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد ما الحيوانات اللافقرية؟ كثيرا ما نلاحظ عند تجوالنا في حديقة المنزل بعض الكائنات الحية مثل الفراشات والديدان والصراصير وكما تعلمت في النشاط السابق عند تفحصك لدودة الأرض إن الحيوانات التي تخلو أجسامها من العمود الفقري تسمى حيوانات لافقرية إذن تعريف الحيوانات اللافقرية حيوانات تتميز بخلو جسمها من العمود الفقري وتنتشر في الطبيعة بشكل كبير فهي توجد في المياه المالحة والعذبة وعلى اليابسة في الصحراء والغابات والمراعي وتختلف الحيوانات اللافقرية فيما بينها من حيث أماكن عيشها وطرق تغذيتها وتركيب أجسامها لكنها تتشابه في عدم امتلاكها العمود الفقري أي إن أجسامها لا تحوي هيكلاً عظمياً تشكل أنواع الحيوانات اللافقرية نحو 95% من مجموع أنواع الحيوانات وتكون ذات أشكال وأحجام متنوعة فبعضها صغير وبعضها كبير وفي الصورة نلاحظ الحيوان اللافقري الحيوان الحلزون والذي ليس لها عمود فقري ولا يمتلك في جسمها العظام ما المجموعات الفقرية اللافقرية؟ تضم الحيوانات اللافقرية مجموعة كثيرة ومتنوعة منها أولاً المساميات تعد أبسط أنواع الحيوانات اللافقرية ومن أمثلتها حيوان الإسفنج الذي يعيش في الماء ثابتاً في موقعه بخلاف معظم الحيوانات الأخرى ملتصقاً على سخرة أو أي سطح صلب آخر ويمتاز جسمه بأنه مملوء بالثقوب لذلك سميت هذه الحيوانات بالمساميات أما شكلها فيشبه الكأس وفي هذه الصورة نلاحظ جسم الإسفنج مملوء بالثقوب النوع الآخر من الحيوانات اللافقرية الديدان الديدان من الحيوانات اللافقرية منتشرة في الطبيعة منها ما يعيش في التربة إذ تحفر فيها أنفاقاً تعمل على تهوية التربة مثل ديدان الأرض ومنها ما يعيش في جسم الإنسان مثل ديدان الجهاز الهضمي مسببة بعض الأمراض مثل دودة الإسكارس التي تنتقل للإنسان عن طريق أكل الأطعمة الملوثة وفي هذه الصورة نلاحظ دودة الأرض تعمل على تهوية التربة فهي مفيدة للتربة ويزيد من الخصوبة النوع الآخر من الحيوانات اللافقرية المفصليات سميت المفصليات بهذا الإسم لامتلاكها أرجلاً مفصلية وأجسامها مقسمة إلى ثلاثة أجزاء هي الرأس والصدر والبطن وتشكل المفصليات أكبر مجموعة من اللافقاريات تتنفس بعض المفصليات مثل الروبياني والسرطان عن طريق الخياشين ويتنفس بعضها الآخر مثل حشرات عن طريق أنابيب دقيقة يحمل الرأس زوجاً من الزوائد تسمى قرون الاستشعار هذا مهم أعزائي لربما يأتي في الفراغات يحمل رأس زوجاً من الزوائد تسمى قرون الاستشعار وقرون الاستشعار كتعريف هي عبارة عن زوج من اللوامس مختلفة الأشكال وظيفتها التحسس وهنا نلاحظ في هذا الحيوان قرون الاستشعار كما موضح في هذه الصورة وإلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس وشكراً جزيلاً لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة دعماً لنا وشكراً جزيلاً ترجمة نانسي قنقر